ما قمنا به بعد المجموعة الأولى من العقوبات بعد علمنا بما يحاول حزب الله القيام به لتجنبها هو تعديل القانون لنكون قادرين على معالجة ذلك في الجولة الثانية وأظن أن ذلك مهم حزب الله اليوم أكثر وقاحة وأفضل تسليحا وتجهيزا وتمويلا عما كان عليه خلال سنوات مضت بسبب التدخل في سوريا ودعم نظام الأسد أعتقد أنهم قوة مزعزعة للإستقرار كوكلاء لإيران وهم ينون تدمير شغرا كائن في إسرائيل وهذا كله أمر غير مقبول لهذا إن القانون مصمم لقطع التمويل استنادا إلى الدروس التي تعلمناها من النسخة الأولى من القانون حسنا لن يسافروا إلى الولايات المتحدة الأشخاص الذين يعترفون ويتفاخرون بذلك سيكون من السهل تحديدهم بالنسبة للآخرين سيتطلب الأمر تحقيقات أكثر كأي عقوبات عليك أن تخرج وتجمع الأدلة وبعض الحالات ليست صعبة عندما يكون لدى أحدهم حزب الله على الفيسبوك وموقعه الإلكتروني فهم من فعل ذلك لأنفسهم بالنسبة لآخرين سيكون المنع مستندا إلى التحقيقات والمعلومات التي نجمعها اشتركوا في القناة